مشروع جامع الجزائر في قلب خليج مدينة الجزائر العاصمة شرق المدينة القديمة بمحاذاة البحر يتم الوصول لهذا المجمع بسهولة من الجهة الشمالية عبر الطريق السريع الرابط بين وسط العاصمة والمطار الدولي ومن الجنوب عن طريق شارع عزوز يضم مجمع جامع الجزائر 12 بناء منفصلا تتربع على أرضية تقدر بحوالي 20 هكتار مع مساحة إجمالية تعادل 400 ألف متر مربع يتكون الجزء الشمالي من الموقع والموازي للطريق السريع من أربعة مربعات مرتبة على محور اتجاه القبلة من الغرب إلى الشرق تتدرج هذه الفضاءات من المادية الفناء الخارجي إلى الروحية قاعة الصلاة مرورا بصحن المسجد ترتبط الأبنية الثلاثة للجهة الجنوبية للمجمع والموازية لشارع عزوز وهي المركز الثقافي والمكتب ودار القرآن فيما بينها بمساحات عمومية تقع كل من إدارة تسيير المجمع ومركز الحماية المدنية والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية على الجهة المرتفعة من شرق أرضية المشروع بينما سيعاد تهيئة الأبنية السكنية المتواجدة على الأرضية لفائدة عمال المجمع وكمركز مراقبة أمنية للمجمع يحتوي المجمع على مرآب كبير للسيارات مؤلف من طبقين يقعان تحت الفناء الخارجي والجزء الغربي من الحديقة لمرآب السيارات منافذ مباشرة عبر سلال مفتوحة مضاء طبيعيا ومؤديا إلى الحديقة والفناء الخارجي يعد الفناء الخارجي مركز لقاء وانتقاء الزائر لمساره في المجمع وهو محاط ببناء على شكل الحدوى يضم من الشمال والجنوب العديد من ورشات الحرفيين والفنون التقليدية وغيرها من المحلات ذات الطابعة الثقافي والعلمي لكل الفئات والأعمار تغطي الأعمدة الزهرية ذات اتجان ثمانية الشكل أسطح مباني الفناء الخارجي المفتوحة للزائرين وهي تشكل شروفات عالية تسمح بالاستمتاع بمناظر خلابة تحتل المنارة مكانة هامة في المشروع باحتوائها على متحف للتاريخ ومراكز بحث في الميادين التاريخية والعلمية المنارة هي نتاج توازن في التناسب بين الأبعاد مع احترام مقاييس المنارات التقليدية المغربية لقد روعي في تصميم المنارة الاستعمال الرمزي للرقم 5 نسبة لأركان الإسلام الخمسة فالطوابق مجمعة في خمس مجموعات كل مجموعة تضم خمسة طوابق مفصولة بطابق مضاعف الارتفاع محاطا بواجهة زجاجية تبهو للمتحف وفضاء راحة للزائرين المنارة مزودة بمسعدين زجاجيين يمكن لزوار من خلالهما الوصول مباشرة إلى الطوابق مضاعفة الارتفاع وإلى أعلى سطح المنارة مما يسمح لزوار من الاستمتاع بمناظر خلابة للعاصمة وضواحيها على مدار 360 درجة يحتل مركز الأبحاث الطوابق العشر العليا من المنارة حيث توجد فيه إدارة المتحف ومكاتب وفضاءات البحث للمؤرخين تخلق الفتحات الكبيرة التي تبلغ في علوها حوالي أربعة أمطار مكانا مثاليا للعمل ويغمره الضوء مع منظر خلاب من هذا العلو الشهر يسمح التصميم المرن للمكاتب بتهيئتها بطريقة مستقلة أو مفتوحة صمم الطوابق المتحف دون أي أعمدة داخلية مما يعطيها مرونة كاملة تتجاوب مع أي فكرة عرض متحفي على مساحة فعلية تقارب 300 متر مربع لكل طابق وهي ترتبط ببعضها البعض بواسطة مصاعد وسلال مداخلية تطل على مناظر ساحرة كما جهز المتحف بوسائل تعليمية حديثة تساعد على اكتشاف التاريخ دون عنا تتألف الواجهات المحيطة بالفناء الخارجي من مشربية تزينية تعكس بظلالها على الواجهة الداخلية الزجاجية يمكنها مع تغيير الفصول أن تفتح على علو طابق خالقة بذلك تعاقبا عموديا جميلا لظلال على الواجهة الخلفية يتم الانتقال من الفناء الخارجي إلى صحن المسجد المؤدي لقاعة الصلاة عبر عتبة محورية تحوي في جانبيها على الأماكن المخصصة لوضع الأحذية إن الأعمدة الزهرية مثمنة الشكل المحيطة بالساحة المركزية لصحن المسجد تقوم بنشر دلال وفيرة على هذه الساحة وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحوي على منظومة كاملة لجمع مياه الأمطار تحتضن الأجنحة الشمالية والجنوبية المحاضية لصحن المسجد الأماكن الخاصة بالوضوء هناك قاعات أخرى للوضوء تتواجد في الطابق السفلي إن قاعات الوضوء بأسطفها المرتفعة التي تبلغ سبعة أمتار وفتحاتها الواسعة تمكن من ضمان الإضاءة والتهوية الجيدة تضفي الأحواض المائية وساحة المعمدة والمظلات الشفافة على صحن المسجد جواً مريحاً حتى في أيام الصيف الحارة يتم الدخول إلى قاعة الصلاة عبر البوابة الرئيسية التي تتبع المحور المركزي لاتجاه القبلة كما هو الحال في صحن المسجد بعد المرور من خلال المدخل الرئيسي المزين بالأسقف القوسية وتجاوز النصفية ذات الأسقف المهيكلة يصل الزائر إلى قاعة الصلاة التي تتمتع بحجم هائل مثير للإبهار استمد تصميم قاعة الصلاة من أشكال قاعات الصلاة المغربية المرفوعة على أعمدة مع استعمال أحدث التقنيات بما فيها الأنظمة العزلة للزلازل ترسم تيجان الأعمدة مثمنة الشكل فيما بينها مربعات تم إبرازها بمشربية مضاءة من الخلف توجت قاعة الصلاة بقبة عظيمة ذات جدارين يتكون جدارها الداخلية من طياط وثنايا مزودة بفتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي بشكل غير مباشر تتشكل الجدران النحطي العليا لقاعة الصلاة فوق حزام إفريزة الخط الفني من طياط مكونة بذلك سطحا ديناميكيا متموجا من الضلال والضوء تمت إحاطة المحراب كعنصر أساسي في كل مسجد والموجود على جدار القبلة بإفريزة من الخط الفني والحجر الشفاف يقع على يمينه المنبر الذي يمكن إخفاؤه ميكانيكيا في الطابق السوري لقاعة الصلاة مخارج أخرى من الشمال نحو الممر الخارجية ومن الجنوب نحو الحديقة الجنوبية يمكن للزائر عند خروجه من قاعة الصلاة أن يتجول على طول الحديقة المتوضعة بين المباني الشمالية والجنوبية الممرات المعبدة وجدران المياه والنباتات المختلفة تقوم بربط مختلف مباني المجمع ببعضها البعض يتكون تصميم الهندسي للحديقة الجنوبية الغربية من حضائق مرتبة حسب مواضيع فنية تم فيها التأكيد على الممرات الرئيسية بواسطة سواق للمياه أما الحديقة الجنوبية الشرقية فإنها تأخذ شكلا هندسيا حرا يتماشى والتضاريس الطبيعية للموقع يشكل المركز الثقافي والمكتب ودار القرآن في الجهة الجنوبية للحديقة مجمعا يحتوي على مساحات مفتوحة متقاطعة تربط شارع عزوز جنوبا بالحديقة وتسمح من الدخول باتجاه المسجد يتألف المركز الثقافي من بناءين؟ بناء رئيسي يتضمن قاعة المحاضرات الكبرى وآخر على شكل أل كبهو مغسن للعرض يضم النشاطات الثقافية الملحقة وعدة قاعات للمحاضرات بطاقات استعابية مختلفة إضافة إلى مكاتب التسيير توفر الكافيتيريا منظرا جذابا بإطلالها على الحديقة وقاعة الصلاة تتسع القاعة المتعددة لاستعمالات لألف وخمسمائة مستمع ولترشيد استعمالها تم تصميمها بحيث يمكن تحويلها إلى قاعتين منفصلتين تتسعان لخمسمائة وثمامائة مستمع بواسطة جدار متحرك عازل للصوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يهيمن على هذا الفضاء الداخلية التغليف الجداري المزين وتجهيزات المكتبية المصنوعة خصيصا لعرض الكتب والوسائل السمعية البصرية يستقبل الجناح الذي هو على شكل أل من المكتبة سلسلة الكتب الخاصة ومكتبة للأشرطة السمعية ومكتبة للأفلام بالإضافة إلى الأقسام الإدارية كما تضم المكتبة حديقة مفتوحة منخفضة بمستوى طابق واحد تمكن من الإضاءات الطبيعية للطابق السمعية دراسة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والدينية وهي تتكون من بناءين على شكل أل يحيطان بساحة ذات حديقة يحتوي البناء الأول على قاعة للمحاضرات وقاعات للتدريس ومكتبة ومطعم بالإضافة إلى مكاتب الإدارة أما البناء الثاني فقد خصص الاحتواء 300 غرفة فردية خاصة بالطلبة يقع كل من مركز الحماية المدنية وإدارة الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر والسكنات الوظيفية ومركز التجهيزات التقنية المركزية الذي يخدم كامل المجمع في آخر القطعة الأرضية وعلى مرتفع من الحدود الشرقية للحديقة القاعة الشرفية وهي مكان مخصص لاستقبال الشخصية الرسمية وقد تم تجميل مساحتها بالرخام يتصدر هذه القاعة درج على شكل تحفة فنية من الحجر الطبيعي يصل بالزائر إلى الطابق الأعلى حديقة الإمام هي عبارة عن ساحة خارجية مغطاة تربط القاعة الشرفية بالجناح المخصص للإمام حيث يحتوي هذا الجناح على مكتبة وقاعة استقبال ومكاتب للإمام ومساعديه خصص في القسم الشمالي الشرقي من الحديقة مكان لهبوط الطائرات العمودية تضاء القبة التي تعل قاعة الصلاة بأنوار تنشر ضياءها ليلا السومعة برج منير بقبة صغيرة محاط بغلاف زجاجي شفاف تتميز بإضاءتها القوية ليلا يعتبر جامع الجزائر معلما مميزا أخذ مكانه في المحيط كلؤلؤة جديدة في خليج الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر